مبارح واحنا عاديين لبينا ولا علينا والله عاديين كده في ملك الله لقينا بوستر لمسازل اسمه بطلق الروح والبوستر كما هي عادة كل رمضان طبعا احنا الناس بتستنى رمضان عشان نصلي نصوم نحسن من اسلامنا ودنا ومن قربنا ربنا لا احنا بنستنى عشان نشوه دين الاسلام عادي جدا. فيطلع لك البوستر واحدة محجبة ومش عارف ملتحين لحياهم كده زي النبي عليه الصلاة والسلام ومش عارف ونقابه واحدة سالي بندانيا كده اكتب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله وحنستخدم الكلام ده في مسلسل لا الان محمد رسول الله شهادة الاسلام اللي بيها تدخل الاسلام واللي من غيرها لا تكون مسلم بنستخدمه في مسلسلاته هتقول لي طب الارهابين بيستخدموها ميري يعني انت عجبك جاي لك جاي لك. واسور التوقع ان المسلسل طبعا هيطلع عن اللي بيتكلمه لغة عربية الملتحين على هادي النبي صلى الله عليه وسلم المنتقبة اللي لبس حجاب شرعي دول وبيتكلموا لغة عربية وبتكلموا الحديث والاية دول الارحابيين والوحشين يع القخ خلاص كده طيب واحنا وخلينا نتفق ان الافكار التكفيرية الارهابية التي طرد المسلمين مش مسلمين ولا انفجرهم من موتهم بحاجة لها ترضي الله عز وجل وهي من الضلال بس احنا هنبين قصادها النحية التانية بقى المسلم الصحيح بقى يعني هنبين قصادها النحية التانية برضو محجبة منتقبة واحد ملتحي بلاحية النبي صلى الله عليه وسلم وبتكلموا لغة عربية وبتكلم بالحديث والاية ولكن يدعوا الناس للدين ويعني اسلامه صحيح وعلاقته بربنا حلوة كده لا فيش الكلام ده يا حبيب ماما المسلسلات بتطلق لكش غير المسلم المشوه ده لكن الاسلام التاني بقى لقصاده النحية التانية المعتدل مشوه راخر يعني من اكستريم هي اختك بقى للبنت اللي هي عادي جدا بقى صباح الفل وولدوة وممكن تبقى بتشرب خامرة وبتشرب سجاير ريش عارف ايه مش محجبة ما بتصليش صباح الفل آآ ابوها ولا جوزها ولا ايا كان ايه العلاقات بالنسبة له في الاخباطة وصباح الخير سبور بقى يعني عندنا في الاسلام ما ده يا سبس هو هيطلق سبور عادي ما فياش حاجة وشوفنا الصورة دي قبل كده كتير يعني من ايام بقى فيلم الارهابي زمان لما كان آآ لا توجهدي يا اخ علي ومش عارفه ويرقيه لكن اخدها تارياء النقيد بقى اللي هو المفروض المسلمين الصحي تمام ايه اه بيت الصحفي ولا مش عارف كان الدكتور اللي اه بيت الدكتور اللي كانت بنته بتشارك في الاعلانات بلبس خليع وابتقعد مع راجل لوحدها وابشربوا خامرة في عيد الميلاد ده ده ايه ده 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 المفروض الاسلام الصحيح اللي مفروض نخبرنا منه تخيلوا بقى ولادنا واطفالنا اللي حاعدين يتفرجوا على كلام فارغ ده لما يرى انه المحجبة والمنتصة اللاقبة وذو اللحية اللي هي نسنة عن النبع السلام وقاعد بتفرج على اللغة العربية اللي هي لغة الاسلام والدين والقرآن وقاعد بيسمع ايات وقرآن وادعية وتسبيح في ايد الارهابيين والنحية التانية الحلوين مين ها يلا بنا بقى اللي هما صورة برضو لا يرضى عنها الله عز وجل مين مبسوط بتشويه الصورة الامين مين مبسوط بتشويه دونه بالشكل ده يعني ما عرفش لله الامر من قبل ومن بعد والله يعني رسالة لكل اللي عامل المسلسل ده هو بش اسمه بتطلع الروح الروح هتطلع والله هتطلع وهتقبلوا ربنا سبحانه وتعالى وتقفوا بين يديه وتحسبوا على تشويه دينكم ولا حولها ولا قواتها إلا بالله فلا أقل من أن نقاطع ولا أقل من أن نحن نبين أن نحن لا نرضى عن هذا الأسلوب في التعامل مع صورة الاسلام يا جماعة الشكل اللي هو اللحية والحجاب والنقاب هو من الدين ليه ما بيظهرش أبدا يعني أنا نفسك تجيبولي بس فيلمين مسلسلين فيهم واحد ملتحية ولا واحدة منتخبة ولا واحدة محجبة ملتزم بالدين ومعتادل لو لقيته يعني البداية بيش عارف عمل ايه مش هتلاقوا الله مستعان فاللما بلغنا رمضان واكفينا يا ربي شياطين الجن والإنس رفضوا وأطعوا كما هي العادة